مباراة المنتخب بكرة شركة تذكارة المشرفة على تذاكر حضور الجماهير أعلنت نفاذ التذاكر وكمان أعلنت أن هي اللي حتكون معنية بتوزيع تذاكر المباريات المحلية النهاردة اتحاد الكرة أعلن للنادي الأهلي والنادي الزمالك اللي عندها المشاركة في البطولات الأفريقية أنه بالنسبة للنادي الأهلي هيلعب المباراتين اللي خاصتين ببطولة أفريقيا مع الهلال السوداني الساعة 9 مساء يوم 6 ديسمبر في ملعب السلام وهيلعب مع بلاتينيام الزمبوي الساعة 9 أيضا مساء 28 ديسمبر في استاد السلام إذن استاد السلام بحضور 10 تلاف متفرج هو اللي هستقبل مباراة الأهلي الأفريقية استاد القاهرة هو اللي هستقبل مباراة الأهلي في الدوري وخمس تلاف متفرج وفي الحالتين شركة أمن وطنية هي اللي هتتولى عملات التأمين ثم شركة تذكارتي هي اللي هتتولى توزيع التذاكر والإشراف عليها في الحالتين ما عندناش مشكلة أي ملعب حنلعب عليه إحنا المهم يتسبت هذا الكلام ويؤكد ويدعم مع مراعب بقى العداد طبعاً طبقاً للظروف أن نزيد بإذن الله عن كده شوف هو المتفق عليه أنه في مدة شهرين اختبار عودة الجماهير نتمنى أنه كل الأطراف تساعد أن احنا بعد الشهرين نرجع للوضع الطبيعي نرجع للمدرجات الكاملة يرجع الأهل يستعيد كل جماهيره في كل مبارياته ده متوقف على إزاي نقدر كلنا ننجح هذه التجربة حاولنا كتير الاختبارات كانت كتيرة لكن نتمنى هذه المرة لأنه